اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية مع دكتور أحمد ثابت اللي هنتكلم معاه في تفاصيل مهمة جدا لأعلاقة بقى بالتحليل الرقمي فريق باتشوكا المكسيكي فريق بوتفوجو المباراة خلاص يمكن على وشك البداية بعد أقل من 13 دقيقة هنتكلم في تفاصيل مهمة جدا ومعنا بعض اللقطات النهاردة دكتور أحمد اختارها كده عشان نعمل فقرة أكيد بإذن الله هتنال إعجابكم لكن في البداية برحب دكتور أحمد معنا في برنامج التريند نهار الدنيا يا دكتور أحمد تحياتي لك محمد ودايما متقلق كده هم كسر الدنيا أخبارك كله كويس الحمد لله تمام طيب هبدأ معاك أولا كالعادة اكتساح جماهير الأهلي اللي بتضع ان النادي الأهلي متفوق في جايزتين جلوب سكر للأفضل شايف الموضوع ده إزاي واكتساح التصويت من خلال الجماهير النادي الأهلي في الفئة والنسبة المحددة من إدارة وجايزت جلوب سكر في البداية طبعا تعظيم سلام لجمهور النادي الأهلي دايما في أي استفتاء تلاقي جمهور الأهلي بيرشح النادي الأهلي ودي حاجة برضه بتبين لك الشعبية إن شعبية النادي الأهلي هي الأكبر في الوطن العربي إن ده مش كلام بيتقال بيبان في الاستفتاء استفتاء زي جلوب سكر ده يعني الاستفتاء اللي كان صعب قوي اللي هو بتاع الشرق الأوسط كان المنافس النادي الأهلي أخد 29.6% ده استفتاء بالمناسبة الجماهير ولسه 80% منه عشان النادي الأهلي ياخدها رأي النقاد الرياضيين والمحللين والإعلمين ف20% بتاع الجمهور النادي الأهلي دايما بيكتسح فيه النادي الأهلي أخذ 29.6 في الـ 6.18 بعد كده الهلال السعودي 26.6 بعد كده العين الإماراتي 22.8 بعد كده النصر السعودي 29.9 يعني قدام نهاية نسبة فأنت المنافسة الفرقة العربية النادي الأهلي دايما بيتفوق بيتفوق بفضل الجمهور في الاستفتاءات دايما بيتفوق يعني الأهلي العين الهلال النصر طبعا الأهلي اكتسح الاستفتاء دا وبعد كده برضو أفضل نادي في العالم النادي الأهلي كان الأول 32.9% بعد كده ريال مدريد 27.4 دي الجايزة اللي كان أخذها الأهلي قد كده اه دي الجايزة اللي كان أخذها السنة اللي فاتت بزبط إن شاء الله السنة دي بإذن الله بإذن الله ناخد حتى جايزة منهم بإذن الله فدايما كده دي حاجة برضو بتدعو دايما للرعاة والحاجات دي ان دايما الرعاة لما بيشوفه النادي الاهلي دايما بيتصدر الاستفتاءات دايما بيتصدر الجوائز اكيد بتفرق كمان تسويا خاصة ان احنا داخلين بقى على انتر كونتينينتل وداخلين على كاس عالم بتزود كمان من التسوية بتاع النادي الاهلي ممناسبة اكتساح جمهور الاهلي في الاستفتاء رأيك كيف استقبال الجمهور مبارح للفريف المطار في قطر سواء عند مطار حمد فورو الوصول او حتى فونده لقو مستنينها من زمان من ايام اليابان فرح شعبك اهلي دي يعني بصراحة دور جمهور الاهلي جمهور عظيم دوره يعني دايما احنا كسبنا العين الاماراتي 80% من فوزك على العين الاماراتي كان جمهور الاهلي في استاد الكاهرة مزبوط هم حتى العين كده اه اللعيبة العين اصلا يعني انا كنت بتكلم في الفنيات ليلة المباراة وبحلل لما بشوف الاستاد بتلاقي اجواء تانية خالص بتلاقي لعيبة نازلة مخدودة اللعيبة دي بتنزل مخدودة من شكل الجمهور والحماس الجماهيري وجمهور الاهلي فعلا 80% من فوز النادي الاهلي على العين الاماراتي كان بسبب جمهور الاهلي دور جمهور الاهلي بتروح اي حتة كطر المغرب تونس الجزائر حتى في افراقيا حتى برا مصر في اي حتة خارجية في اوروبا بتلاقي جمهور الاهلي متواجد فدور جمهور الاهلي في كل مكان والمشجع اللي كانت موجودا برح عند المطار المشجع با دي بصراحة دي احسن لقطة في الاسبوع ده هي لقطة البطولة بصراحة لقطة البطولة وان شاء الله الفيديو ده يوصل للعيبة واتمنى ان هم يكونوا شافوه هم شافوه انبارح في المطار على فكرة وكان فيه تفاعل حتى من كهرباء وإهرام عشور اهو الفيديو قدامنا على الشاشة ما تيجي نسمع طي نسمع يا جماعة شوف حتى تفاعل اللعيبة معاها ازاي كهرباء وامام عشور وراحة بتشيرت الاهلي والصوتها مسمع في المكان ومبسوطة فرحانة ربطة الاهلي كمان في قطر عاملة شغل محترم او من بادري من قبل البطولة بشهرين قبل ما يسافروا الانتركنتينتل بيتجمعوا وعملين تدريبات وحتى لما في المطار قالوا لهم انتم مش هينفعت روح تستقبلوا الفرقة الاجراءات امنية راحوا راحوا استقبلوا البعثة عن ناحية الفندق وشفت الموتسيكلات وحاجات يعني كانت شكل العام كانت زفة كانت زفة الشكل العام تحس ان فيه فرح وجود النادي الاهلي امبرح في قطر بالتواجد ربطة الاهلي في قطر كل التحية ليهم ان شاء الله يكونوا هم سر الانتصار زي ما كنتوا جمهور الاهلي في استادة القاهرة كانت سر في انتصار الاهلي 80% من قوة الاهلي على عين الامارات ان شاء الله يكسبونا بإذن الله يوم السبت كاسي التحدي ان شاء الله طيب